في حادثة لن تكون الاولى من نوعها التي تبين الحالة الانسانية والرحمانية لدى الشخصية العراقية لجميع الجنسيات ومن ضمنهم العمالة الاجنبية التي وجدت في العراق منذ العام الرابع بعد الالفين لتجسد المعنى الحقيقي لعمل الخير اثر تعرض العمال لاصابة بالغة ليروى الاهتمام الكبير من رب العمل قبل يومين صار عندنا حادث والحمد لله وشكر دفع الله ما كان اعظم الحادث هذا اللي صار عندنا وقعوا بيه ثلاث بنجاليين من مصعد العمل وتعرضوا الكسور واحد العمال كسرة كان شوية يعني محرج فما قدر يمشي على رجية المهم انتفضت الحالة الانسانية والحالة الايمانية اللي عنده العراقيين والسيد ما قصر جزاء الله خير الجزاء ودى الى مستشفى الكثير وحتى يعني اكفت حالة عندنا شوية امتازت بالانسانية اكثر من اللازم اللي هو احد الاخوة ابو محمد اللي حمله على ظهره هذا الرجل بنجالي ما باوع الدينه ولا باوع الجنسيته ولا باوع انه هذا يشتغل عندنا وانما تعاملوا يا بحالة انسانية وحملها على ظهره مسافات بعيدة الى ان ودى للمستشفى وداوى وعالجه والسيد قام على علاج جزاء الله خير الجزاء حادث عرضي تسبب باصابة ثلاثة من عمال شركة للسفر والسياحة جميعهم بصحة جيدة ويؤكدون في العراق لا يفرقون بيننا ويعاملون معاملة جيدة مع توفير جميع المستلزمات الطبية لتلقي العلاجات اللازمة للعودة وممارسة العمل انا من بنغلاديش وعمل هنا مع سيد عمار فجأة حدثت مشكلة في المصعد وكان صديقي يعمل فيه كسرت ساقه اليسرى والان لا توجد مشكلة مع صديقي بعدما اخذوه للمشفى وهو الان في الفندق يستريح بعد ان تطمنت عليه عائلته هاتفيا هنا كل شيء جيد المشفى والعلاجات والكادر الطبي كذلك صاحب الشركة لم يكن يفرق بين بنغالي وعراقي فكلهم مدساوين لديه هكذا هم ابناء الرافدين خصالهم الشهامة وعمل الخير لا يفرقون بين شخص فالجميع بشر ويستحق العيش بصورة طبيعية لقناة التغيير الفضائي جاسم الهميم كربلاء